تجولنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نطالع منها واتساب يطرح مزايا جديدة للصور على أجهزة أبل أضف تطبيق الترسل الفوري واتساب ميزات جديدة لنسخته العامل على نظام تشغيل الأجهزة المحمولة التابع لشركة أبل اي او اس وحصل التطبيق على ثلاث ميزات جديدة تعد بمنزلة تغييرات صغيرة ولكنها مفيدة لمستخدمي التطبيق إذ سيصبح بإمكانهم إضافة الفلاتر والمرشحات إلى الصور ومقاطع الفيديو والصور المتحركة جي اي اف اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية منهج دراسي مهم من جوجل للأطفال تعمل شركة جوجل العملاقة على إطلاق برنامج تعليميا يهدف إلى توعية الأطفال حول التصعيد الاحتيالي ومضايقات الانترنت وكلمات المرور وقضايا أمن الانترنت الأخرى البرنامج الجديد يعالج المواضيع ذات الصلة بجميع الأعمار ويتضمن أقساما حول كيفية الحد من مشاركة المعلومات الشخصية مع الأشخاص عبر الانترنت وتجنب الوقوع في عمليات الخداع أو هجمات التصيد الاحتيالي وإنشاء كلمات مرور قوية وتجنب السلوك السلبي عبر الانترنت صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها فيسبوك يطور أدوات جديدة للمساعدة على إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية أعلن موقع فيسبوك عن خططه لاستخدام برامجه لتقديم خدمات الطوارئ ومساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية ولتحقيق ذلك أنشأ فيسبوك ثلاثة أنواع مختلفة من الخرائط لمساعدة السلطات على تتبع الناجين بعد وقوع كارثة طبيعية وحتى الآن أكد فيسبوك أن اليونسيف والصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي سيكونون المنظمات الوحيدة التي لديها أمكانية الوصول إلى البيانات ومن صحيفة الإمارات اليوم مشاهدين نقرأ انتل تطرح معالجات جديدة تنفذ تريليون عملية في ثانية أعلنت شركة انتل المتخصصة في مجال صناعة المعالجات عن إعادة تنشيط المعالجات المخصصة للعمل على الحسابات المكتبية المعالجات تحمل اسم كور اكس وتعمل بثمانية عشر محورا لتوفر أسرع معالج مكتبي عرفه العالم على الإطلاق قادر على تنفيذ تريليون عملية في الثانية وختاما مشاهدين من صحيفة القدس تعرف على تقنية جديدة ستلغي بطاقات الصعود للطائرة أعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية جيت بلو عن خططها لاستعمال تقنية المسح الضوئي للوجه بدلا من بطاقات الصعود التقليدية وتحاول التكنولوجيا الجديدة مساعدة الركاب في الوصول إلى مقاعدهم بطريقة أسرع مع تقليل الجهد اللازم في حال كانت التقنية تعمل بشكل صحيح وموافقة الركاب على الأثار المترتبة على الخصوصية